سلم فلاحوا واسطة المبالغ المالية المخصصة لهم كتعويضات عن محاصلهم التي تلفت جراء السيول التي اشتاحت المحافظة في سنوات سابقة فيما دعوا إلى زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي من قبل الجهات المختصة الفلاح لأنه الفلاح هو المتضرر الأول والتالي لأنه لا يمتلك لا حيلة ولا وسيلة إلا هذا العود الذي يزرعه ويغرسه على الأرض إذا صارت هاي الأمطار وصارت هاي السيلانات وصار الأضرار هو يصيرها الضحية الماء الماء الأول والأخير الماء إلا تردون الدعمون للفلاح ووفروا إلى الماء وممكن يعالج بعض الأمور لكن للأظم لاي الماء ما متوفر أو يوصل على النصر للماء يتوصلون عن شغلة تعبئ تعويض الفلاحين ولكن التعويض صح ماديا ومعنويا لكن هو ما يرقى للمستوى المطلوب هو بداية عملية توزيع مبالغ الأضرار على الفلاحين والمزارعين المتضررين من جراء الفيضانات والسيولة لحثة عام 2018-2017 طبعا المبالغ اللي تم تخصصها المحاوضة بحدود 12 مليار ونص الفلاحين المشمولين بهذا المبالغ وبحدود 2080 فلاح ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة